وصلت وزارة الدخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية ووضحت الدخلية أنها تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 413 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 60 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 23 طن وفي مجال عدم الإعلان على الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 37 طن وفي مجال قضايا المخابز أعلنت وزارة الدخلية ضبط 610 قضايا من بينها 169 قضايا خبز ناقص الوزن و140 قضايا خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية تم ضبط 10 قضايا بمضبطات بلغت أكثر من 285 طن أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر